تماموا الخمسة مساء مشاهدين على ولي قناة إخبارية في الجزائر أهلا بكم أسعدتم مساء هذه تسعون دقيقة من الأخبار من الآن إلى غاية ساتي السادسة وثلاثين دقيقة ملف تسعون دقيقة من الأخبار سيكون عني الوضع الأمني في ليبيا والغارة الجوية التي وقعت صبيحة اليوم بمدينة سبراتها لكن قبل هذا مشاهدين إطلال على حوالي الطقس مع الزميلة نوال بالخدر مساء كي سعيد ما هو جديد حوالي الطقس؟ مساء الخير مشاهدين الكرام إذن بالسحرة الطقس ليلة اليوم تبقى الأجواء دائما مستقرة على العموم على أغلب المناطق الشمالية للوطن بالجنوب بعد الأمطار المتفرقة مرتقبة ليلة اليوم على منطقة تندوف درجات الحرارة تبقى دائما منخفضة ليلة اليوم تتراوح ما بين درجة واحدة تحت الصفر وثمان درجات على الشمال وما بين ثلاثة وخمستاش درجة بالجنوب الكبير بالنسبة لحالة الطقس المرتقبة يوم غد إن شاء الله الأجواء ستكون مشمسة على العموم بأغلب المناطق الغربية والوسطى حتى الشرقية للوطن بعد انقشاع ضباب الصبيحة مع رياح تصل لحوالي 60 كم في الساعة قرب السواحر الوطنية لكن لن تتعدى 40 كم في الساعة بالمناطق الداخلية أما على المدن الجنوبية بعض الأمطار مرتقبة يوم غد على منطقة تندوف حتى على شمال تمن راست الوحات ومنطقة أدرار مع رياح تصل لخمسين كم في الساعة وتطير للرمال محليا درجات الحرارة يوم غد ستكون فصلية تتراوح ما بين 10 و20 درجة على الشمال وما بين 18 و30 درجة بالجنوب الكبير لكن ممكن أن تصل إلى 34 درجة كأعلى مقياس على منطقة عنقز حالة البحر يوم غد البحر سيكون مضطرب إلى هائج على كل السواحل الغربية والوسطى مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 40 حتى 60 كم في الساعة أما بالسواحل الشرقية للوطن البحر سيكون مضطرب مع رياح لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة مشاهدين الكيرام كان هذا كل ما لدي لحد الساعة والآن عود إليك محمد شكرا لك